أعلنت وزارة الشباب عن بديل حملة الترويجية وتسجيل لجائزة الحسين من عبدالله الثاني للعمل التطوعية في دورته الثانية في محافظة العقبة وقال أمين عمل وزارة حسين الجبور خلال مشاركته في لقاء حواري وطنية في محافظة العقبة قال أن جائزة الحسين من عبدالله الثاني للعمل التطوعية تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية فيما أشار محافظة العقبة خلال حجاجة إلى أن ما يميز الجائزة هو العمل التطوعية المميز للشباب الأردنية الموهوبة القادر على الإنجاز والتفوق في الميادين كافة نحن نجد اليوم في العقبة ضمن الحملة الترويجية لجائزة الحسين بن عبدالله في دورته الثانية هذه الجائزة التي أطلقها سيدي صاحب السمو ولي العهد وهي أتت تحفيز وتشجيع لجميع المتطوعين على مستوى الوطن يبدو أن أكد عليه أنه اليوم نحن موجودين بالعقبة حتى نشجع كل المتطوعين أن يكونوا جزء من هذه الجائزة الهدف منه اليوم نحن نقول للشباب كلياتهم أن نبرز هذا العمل من خلال المنصة والتسجيل عليها وصولا للتنظيم وأيضا التحفيز للمتطوعين وتنظيم العمل التطوعي على مستوى المحافظات وعلى مستوى الوطن بكامله ترجمة نانسي قنقر